مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ أنا علي فوائد كثيرة فكيف أقضيها شيخ مع العلم أني مصاب بالأسواة القهري عليه فوائد كثيرة من الصلوات يقول هل أقضيها فضيلة الشيخ؟ نعم يجب القضاء للفضائث إذا كان ما تعمد تركها لم يتعمد تركها وإنما نسيها أو نام عنها فإنه يجب عليه قضاؤها بقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فيقضيها بالترتيب اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث حتى يفرغ منها نعم بعض الناس يرى القضاء فضيلة الشيخ يقول مع كل صلاة أصلي الفائتة هذا جهل ولا أصل له بل يبادر بقضائها يصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ولا يفرقها نعم أحسن الله إليكم